الناس بتبقى ماشية في الشوارع صحتها تمام ماشيين زي الساعة يا سلام اما ليه؟ اما ليه انت فاكرة يعني الناس الصينيين برغم ان هما بينين ان هما قصيرين لكن صحتهم كويسة وعجل وطول الوقت بيجروا وكتير ليه يعني؟ يا اما حرام عليك بطل تقر عليهم ده هما كلهم على بعد قد كده اناس حالصبح مش هللاقيهم اصلا هاهاهاها ما تخفيش على الصينيين يا ماما اولا عندهم اعشاب ضد الارض ما تخفيش عليهم خالص اه دبني بقى ده لو انت جامد اوي كده يعني كده يعني بالاعشاب الصينية ما تجيب لنا ده وكده تعالج مامي اللي تعبانة لاحسن دي متضهورة خالص اه صحيح هي عاملة ايه دلوقتي؟ تعبانة جدا يعني مش عايزة اوصف لك يعني بجد اصلا انها قربت وادعها الحمد لله كويس كويس الحمد لله يا عادل بقول كويس يعني على اساس ان انا عندي فرصة اعالجها بالاعشاب الصينية بقى لا معليش حبيبي خلينا لك الاعشاب الصينية واستقافة اللي نزلت عليك فجأة كده خلي السبت الوحدة احنا جبنا لها الدكتور والده وان شاء الله تبقى كويس دوا ايه ودكاترتي يا ماما اش بحتاجة اي دكاترة انا هكتبلها اعشاب لان مرة واحد قربنا كان عنده القلب وكان بياخد ادوية عشان يتعالج من القلب اول ما خد الادوية مت على طول يا اخي حرامة عليك يا اخي من اعمار بياخد ما اللي نقش فيها يا سلام يا سلام يا سلام انتو عاديين هنا عادة رومانتيكي وصيبين برا الجسس اشلاق اشلاق انت دخلت علينا قط انهم ازي من غير ما تخباطي ولا تستأزين انت تستهبالها يا سنافي ايه هي يا بنتي مامي جرالها حاجة لا امامي انا اللي جرالها حاجة طب الحمد لله اشكري ايه 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 تصودي يا رانيا ما قصد كيش يا بنتي ولا انتي ولا ام اه بحسب شوف مراتك شوف مراتك اللي عايشة معاك في خيرك عايزة تخلص من امك باي شكل يا سناء اخلاصي ماما حصل لها حاجة؟ حماتك عادة امك مامتي انا النسمة الرئيئة عادة مامتك يا بنتي هاجات جنبها ضمك تعدي قبيلة بحالها اصلا يا بنتي امك حتى مناخرها في كل حاجة في البيت فطبيعي طبع انها تعدينا المهمة دلوقتي مامتي فين؟ هي قاعدة في قضة مجيدة يا ماما طبعا وضع طبيعي انها تتعدي يا ماما يا ابني اديش شقتك ولا شقة الجران ما انتعارف يا شقتك قد الحق يعني حشحش انت موسحة علينا قوي واحنا اللي عادين فوق بعضينا ماشي خلاص المهمة دلوقتي يعني ماما هنجي اجوة في القتعانق يلا بينا يلا بينا نشوف يلا يلا ايه يا اسمين ايه يا اسمين ايه اللي معادي كان ايه يا ماما انا بتطمن على تيتها مش تطمنتي تعالي بقى يلا طلع على قطك على قطك على قطك على قطك على قدتنا احنا ها عند الحظر الصح انا هاعد مع تيتها الصح بس يا بنت عادل مش هتاخدني معاك النهاردة يا اخويا نعم يا اختي ايه ايه اخدك دي روح انت روح انت ما تقلقيش ما تقلقيش مش انا اللي بياخد يا ماما ربنا هو اللي بياخد ان شاء الله وبعدين اخدك عندي في قط اليمين اللي هياخد باله من ماما خلاص متشكرة يا عادي متشكرة يا اخويا انا حاوض انا جنب امي حبيبتي ارعاها واخد بالي منها اه ايه يا رعياء واخد بالي منها انت عامل ايه صحيح يا ماما النهاردة والله يتعبانا يا عادي الجديتي كلها عيدة نار وجدي الله يرحمه على باليته للليل اه ماما ما تقلقيش يا ماما ده شوية بردة يعني حاجة بسيطة وهتعدى على طول ان شاء الله اه البركة في الاختلاط بالاجانب ربنا يهدك يا نعم يا شيخ يا بقى هرحمي نفسك معلش قصدك مين بالكامل انا بدك كلها بصورة ربنا يهدك انت يا شيخ يا ربنا يهدك انت يا شيخ سوفيكو نفس اتخانقوا يا جماعة حرام عليكو حتى لو انتو عينين كمال بتتخانقوا انتي قصدك ما جالكيش رعاية غير لما جتي هنا اه اه يا نجلاء يا نجلاء ما تلاقيش على مامتك يعني ان شاء الله مامتك ومامتي هيخفوا بعون الله على ايده انا سلام عليكم الرئيس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اقوموا يا باشا طلبتك قوامت الامر الله انا اصلي سألت يعني على المحل بتاعك قالولي انت الوحيد اللي بتشتغل في الاعشاب الطبيعية ان هو بشكل كبير يعني بعوني الله لو لبن العصفول موجود ربنا خليك انا بس كنت عايز اسأل يعني عن الاعشاب الصينية عندك انت اعشاب صينية ياه الاعشاب الصينية ايه مالها ايه ماتت ولا ايه لا بس اصلي دي ما نوضن لما بتطلب ما حدش يعرف صين الاعشاب دي الى الصينين بس ده كان زمان يا حاج لكن خلاص يعني ان شاء الله بعد كده مش بس في مصر هيعرفوا الاعشاب الصينية في العالم كله بعد الخلاطات بتاعتي هو حضرت الدكتور لا مش دكتور ولا حاجة بس الحكاية مش محتاجة دكتور يعني يا محتاجة شوية مفهومية وشوية سنس منس لا منس ايه سنس يا حاجة سنس يعني شوية مشاعر واحاسيس طلباتك يا باشا والله انا معايا لست فيها شوية اعشاب صينية ياريت تكون عندك هيتفضل حاجة ياه اه ده حاجات صعبة قوي ده فيها حاجات انا مسبعش عنها قبل كده الله 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 هتزعلني منك لها حاجة ده بيقول ان انت اجمد واحد طلباتك يا باشا خلاص ياريت تجاهزهالي بقى على طول نص ساعة واستناك ماشا بس بقولك ايه انا في عندي خلطات جاهزة احب انك تاخد فكرة عنها ياريت فرجنا عليها دي بقى بتعالج اي مغس اه بتعالج المغس اه ودي بقى بتعالج امفلونج للطيور اه عليها شوية بتاع ده من عشاء اه لا لا بصي حاجة الخلطات دي معتادة وعادية جدا لا انت جهز لي بس طلباتي وانا الخلطات هعملها بنفسي خلاص نص ساعة وان شاء الله هتلاقي كل طلباتك جاهزة ماشا حاجة ماشا دولا انت هتجر في البانجو بانجو انا انا هتجر في البانجو قالت انت تتساهب الي ازول ايه اه دولا عادة انا اتوقع منك اي حاجة دولا بصراحة يعني قولي بس انت بتعمل ايه عايز افهم يعني ياد انا بعمل الخلطات اللي هعالج بيها امي وحماتي اه هتعالجهم بالبانجو ولا تفنش نقصة كمانتك خالصة بتكري على الله غقول من وجه ايه دولا انت دايما كده يا عام زهقان وقرش ملحيتي وروحك في مراخيرك كده دولا ايه هف دي ايه ايه هف دي ايه ايه انا زهقان من نفسي يا عام زهقان من نفسك ما تجيش لا تعالى نروح القهوة نشرب كوكتيل انا بفعلا محتاج ان انا اروح القهوة بس مش نشرب كوكتيل بقى اشرب شاي عشان يعدل دماغي بعد الخلطات العجيبة اللي انا عمل بتاها دي بقول لك ينقف الباب البزارة عشان بوليس بوليس عشان يعمل ايه البنجو ده انا کنوقز لا تعارف ايه ارامزي اى الي مصبرنا عليك اه ايه دولا مش عارف مش كيين احاد طبق ايه مالك احاد طواقف مش مصبوط كده ليه مش عارف ايه باشا ضيخة كده وحس ان اح عرجى لا بص لو كده بص النحيه ده بص النحيه ده ونفسك غمّ عليك كده يلا حتّة وكده؟ بس يلا يا رامز عيبي يلا متجوّز بقالك كتير يعني؟ لا قريبة باشا ممكن تبقى حامل خلّبان لا مهضّر يلا مالك بجدّة حتّة انا مش عارف باشا الدور جايلي كده بس انا مش مهمّا أصيز عادل مهمّا أمّا أمّا أباشا تعبانة تعبانة قوي وتفكرني كده بابوي قبل ما يموت يا خوّراب ياد طب يا دولة ما تديله خلطة من بتوعك دولة أخدمك خدمة جمّدة جدّا أيوّا هو ده بص يا معلّم الخلطة دي هتاخدها على مية سخنة بتغلي جامد جدّا وبعدين تسقعها في التلاجة جامد جدّا وبعدين تشرب منها انت أمّك ودعيدي يا معلّم ربّنا خليك لنقص زعادل والله يا باشا مش عارف أقول لك إيه ما تقولش ربّنا يا كرامك يا باشا ويبارك لك في عيالك يا ربّا باشا خلاص خلاص يا ملاحك لازم يعمل حاجة يعني برضو طبعاً يا دولة تَم تأمل لانا بقى حاجة دولة كده مفيش حاجة كده وانيّا إيه 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 حاجة ليك إيه إيه أنت عندك صدع لأ عندك مغس ولا حاجة لأ خلاص خُدي ايه ده دولة ده سب داك آه ، طب واخده إزاي ده دولة ده بقى بالسكينة كده و بس تلقط لسانك الأول وبعدين بالسكينة وتقوم إيه داهن كده واتصنفر وتقوم داهن تاني يعني ربنا يخليك ليه يا عدولة رفض ده يجيب لك كل الأمراض بعد كده بقديك بقى من الأنواع التانية عالج لكيها الأمراض ربنا يخليك لأدولك هي يا ماما عاملة ايه يا ماما يا ست الحبايب يا حبيب عاملة ايه النهاردة؟ مش تيجي تقعد جنبي يا ابني في لحظاتي الأخيرة لأ ألف سلامة ليك يا ماما إن شاء الله تقومي بالسلامة بإذن الله واتنواري البيت واتزقطتي واتهياسي خد يا سناء خدي ده بسرعة روحي عملهولنا في شوية مية وقلي بيه وهاتي بسرعة إيه ده؟ إيه ده يا عادل ده؟ دي وصفة مهمة جداً دي اللي هتخفف ماما واتخفف حماية بإذن الله هتلنك بايتين بس بسرعة يلا 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 لا 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 جامعة يا عادل أنا مش هادر أخذ الحاجات المؤسفات بتاعتي دي أنا فيي اللي مكففينيني خالص من فضلك رحمني خالص اسكت يا ماجيدة عادل مش هيعمل حاجة تخلينا نبقى وحشين مش كده يا عادل؟ طبعاً يا ماما أنا لو ما كنتش واصخ مية في المية من الخلطة اللي جايبها لكو دي ما كنتش تتهالكو يعني أيوة يا أبي بس حتى الأعشاب لازم تتاخد تحت إشرف دكتور دكتور؟ هم الدكاتر يحطوا مناخرهم في كل حاجة كده يا ماما دي عايزة مفهومية وعايزة عقل والمفهومية والعقل عارفين فين طبعاً يعني؟ أنا مش عارفة لي أنا مش متى من النالك خالص عادل ولا أنا يا ماما عموماً لما ماما تشرب بقى الخلطة بتاعتي دي وتخفه وتقوم تزقطك كده ساعتها هتندمي وتقولي يا ريتني خدت الخلطة تفضلي يا ماما يا ست الكل يا ست الحباير آتي حبيبي بالهنة والشفة سمي يا ماما بسم الله الرحمن الرحيم هم؟ الله ده حل وقوي ده أحلم الكوكتير شوفت بقى يا ماما يعني أنا هديك حاجة وحشة ألف سلامة لك وإن شاء الله بالشفة يا ماما طيب أنا بقى عايزة الكوباية بتاعتي لا مش هديك الكوباية مش انت ؟ مش عايزة؟ انا مانشي دعوه أنا عايزة الكوباية بتاعتي يا عم ما عادل اديك الكوباية خاكمت كلها تتفحها مش هنطراس من زنها آآ خضي خضي خت yang آآ أخ سيك عموماً هتعرفي قيمة الكوباية دي لما تخفي وتقوم تزقطأتي وتتنتطأتي وتقولي الكلام الغريبي اللي بتقوليي زيح يا ماجيدة иск style إزافة سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بالدكتور بتاعنا اه اخبرك اه حتة زكة وزي امه الحمد لله باش اصحيتها بقت زي الفل والله اصدها عادل وللو نهار عمالة تدعي لك ياه معقولة بالسرعة دي يا دولة يا كبير يا كبير يا جماعة يعني مش عايزكم تحرجوني يعني ده كل ده بفضل ربنا احنا مجرد اسباب يعني ما عملناش حاجة يعني الحمد لله وبعدين يعني باذن الله بعون الله مع الاعشاب الطبيعية اللي انا بعملها بعد كده مش هتلاقي اي مريض موجود في البلد يعني ولا بقى مستشفىات ولا ادواء ولا كلام فرغ من ده معلم الله عليك يا دولة ايه ده كبوسة اصدها عادل لا 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 الصف الله العظيم دي الشمال خد دي ياه يبني احنا مجرد اسباب زي ما بقولك يعني اسباب اي باشا ده الحمد لله ارمك وتخلاص في قط الامل نهارا حميش راجعة تاني يا جماعة الحاضر يعني للغاية الاستاذ عادل هو الي ربنا شافان اقلدي انا امي والخلون اعرف داك يا استاذ عادل استاذ عادل يا ابا ايه العظمادي كلها استاذ عادل يا ابا ايه العظماد كلها استاذ عادل يا ابا يا جماعة انا ما بحبش اليتاف دعوني ا next purpose استاذ عادل يا ابا ايه العظماتي كلها أستاذ عادل يا أبهات ايه العظماتي كلها بيبي انت عبكاري عبكاري جينيس طول عمري بقول عليك ان انت عندك مواهب لو طفت فوق السطح هتسوي الهوايت طفت ايه بس يا رانيا ايه المواهب دي يعني طيارة ربنا يخليك لي يا حبيبي عارف العيه ده كان غم ونزاح والحمد لله الحمد لله العفو يا ماما دي حاجات بسيطة ربنا يخليك لي يا جوز بنتي بس يا ريت بقى تكمل جميلك عليها وتشوف دول الضخ وانا كمان تشوف دول السكر لا بقى يشوف دول السكر اه 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 ماشي 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 اشوف لكم ان شاء الله كل اللي انتو عايزينه وواحد داخته وواحد سكر وواحد ايه 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 ده يا جماعة يا جماعة انتو كان عندوكو دور برد وراح لوحدو خفلوا حدو ده انا مش عارف انا يعني بس ما تقلقيش ما تقلقيش انا فيه باب مخصوص كاتبه في الكتاب بتاعي عن حزب اداء النجاح والعلاج بتاعهم ان شاء الله ايه ده ايه جيت يا بيبي انت ناوي تعمل موسوعة علمية صحية؟ اه طبعا لا ان الموهبة اللي ربنا الدهاني الحمدلله يعني مش لازم اخص بيها اهل بيتي بس لكن لازم افيد بيها المجتمع والناس طب يا ريتي ابي تعمل لي خالطة كده للذاكرة عشان الحاجات اللي بذاكيرها ما اضطرش تعرف انت لو عملت كده هتكسب ذهب ده اتفاع لك السنوية العامة اه على رأيي كفاية السنوية ده لو كل طالب في السنوية الداني جنيه بس هابقى مليونير خلاص هعمل ديه في خطة اعمال اللي جاية ان شاء الله اه وكمان انا يا بابا اعمل لي حاجة كده خالطة يعني عشان لما اجري ولعب واتنطط كده ما تعبش ماشي عملك الخالطة يا اسمين اعمل حاجة بقى يا عادل عشان الهلاوس والتهيئات والجنان اه ده انت وصلت خلاص دخلت مرحلة الجمالكة لا ده مش عشاني ده عشانك يروح قلبي عشان انا ينهرس وعلى حزب قعداء النجاح ده مش عارفين يقولوا ايه ولا ايه ولا ايه هعمل للهلاوس والتهيئات بس على الله يجيب نتيجة معاكي اتفضل يا بروف اتفضل يا بروف اتفضل واحدة واحدة يرجعوا كده هون صف كله مش عايزين هرجالك تعال انت حاجة كده عشان نلحقك نبي يا ابني اشوف الحاجة للكبد حسنت عايبني اوي الكبد تعبك اوي الكبد الكبد لا ده الطحان ده اللي اوازي الكبد اهو اخدها حاجة دي خلطة مخصوص عشان الكبد معمولة من كبد الحوت مع كبد الغزال مع كبد اسكندراني ودقة بقى وايه يا معلم خد دي هتاخدها ستين مرة في اليوم لمدة اسبوع وتجيلي بعد شهر ان شاء الله تفتكر بقى انا هقاش العمر ده كله الخلطة اللي معاك دي تقعدك بتاع خمسين سنة على القال ان شاء الله ربنا يخليك يا ابني ويطرح فيك البركة ويكتر من امثالك مع السلام ايه بعده ايه بتقول ايه اللي بعده محسوبك حمادة ابو قصة ابو قصة اه بص سيب شعرك يا عبر عنك مش محتاج تعرف نفسك واضح القصة طبعا تحت امرك المشكلة ان شاعري ما بقاش زي الاول اكيد طول ما بص البني قدمين اللي زينا يعني لما بيكبروا شعرهم بيطول وبعدين سنانهم بتقع وبيهبلوا بعدك انت بتتكلم ليه؟ انا متفق معاك مفيش كلام خالص ااسف مشكلتي يا غف ان شاعري بقي مليان قشر والبنات اللي كانت بتجري ورايا علشان شاعري بقهم بيجروا مني وبرضو علشان شاعري ايه 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 اه ايه 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 ااسف اكيد بقى المشكلة يا معلم في الشاع ولا 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 انت بتتكلم انت هتعمل فيها يا صيني خليك في القرتاص اللي انت لابسه ده مش عايز كلام خالص آسف الفضل يا سيدي الشعر 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 آآ انت شعرك لونه آآ خد دي كويسة قوي عشان الشعر اتكرى على الله استعملها ازاي بقى يا بروف دي يا سيدي هتغليها في ميا مغلية جامج جدا لمدة 3 ساعات والميا مغلية وعمالة بتفق فهتاخد منها تقعد تضعك في الشعرك جامج جدا وبعدين تقف في الشمس لمدة 12 ساعة ايوة ولو احترت بقى الدنيا احترت وكدوان ادعك راسك جامج قوي ووقف بالليل في الشمس كدوان عشان بتبقى الدنيا ترامع الشمس ايه اللي بالليل يهبل يهبل شمس ايه اللي بقى انت اي كلام جاي فيه خلاص انا مش هتغليك في حالك آسف مش يا رب من البطرية تفضى ونخلص منك مش عايز ولا كلمة انتكر يا بروف الخلطة دي هتجيب نتيجة مع القشرة نتيجة ان شاء الله هتدعيلي لما تلاقي القشرة مشيت وما فيش اي قشرة عشرة العلمك الخلطة دي مصنوعة من اى من كل الحاجات اللي يه علاقة بالقشر يعني دي مسلا معمولة من قشر السمك مع قشر اللب مع قشر البطير شكران ايه اللي عبد ولا 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 ماتبووزليش المشروع آا سيه موسيقى 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 السلام عليكم السلام عليكم سيد عادل ايه اللي جابكو دلوقتي؟ ايه فيه احد؟ الناس بيتسى لديهم الصبح ونوين عالشر؟ الناس مين دول؟ الناس اللي انت ديتهم الخلطات الناس اللي ديتهم الخلطات؟ المرضى بتوعي؟ لا يا ابني اكيد حد وشابية مثلا لعب في دماغهم دي اكيد وشاية يا معلم دولة يعني ايه وشاية دي يا دولة؟ وشاية يا لا يعني وشاية ايه صدقني الناس متبهدلة وفيه ثلاثة منهم في حالة خطرة وربنا اسطر عليهم اسمع كلام حتة اخلعوا من هنا قبل ما حد يشوفكم وتطقلت دندرة دندرة مين يا عم حتة؟ انت مش عارف انت بتكلم مين يا عم؟ ده دولة ابو الطب يعني لسه مجبس رجل الانفرتيتي قبل ما ييجي ده انا نفسه بقى فروبع شهرته عايز بقى فروبع شهرتي اوي اوي كبريت واولع كده هو من هنا بقى معلم في ده كله ليه دولة؟ عشان تبقى نرعة لعالم يا لا الجادة عن نصبها او جماعة يلا بينا لخضح انا منه رجال معلمين فيه ايه فيه ايه فيها رجالة ايه ده؟ انا تعمل فيها كده؟ اه انت مين حضرتك؟ انا حمادة قصة حمادة قصة وفين القصة حضرتك؟ بقيت حمادة قرعة اه اكيد حضرتك استعملت الخلطة غلط خلطة ايه بقى لا شعري يوقع الخلطة خلطتي لنسمع تتكلمك بالاوج الخلطة خلطتها ايه بس اللي حصل احكيلي ايه اللي حصل وانتفاهم يعني بدل الهجوم اللي انتو عاملين وده ايه اللي حصل احصلت حاجة انا خدت الخلطة منك وراوحت البتع بالت زي ما قلتلي وحطت الخلطة هنا يا دوب لسه ما اعمل كده بشعري كده؟ لقيت شعري كله طلع في ايدي كده؟ طيما يبقى انت اللي وقعت شعرك يبقى انا غلطان في ايه يعني؟ لا يا دول انت مش غلطان هو اللي غلطان لا ايه انتو هتستحبله ولا ايه؟ الخلطة بتاعتك مضروبة ايوا يا دولة مضروبة وانا اللي ضريبها في الخلطة يا دولة انت بتكلم ليه؟ بتكلم ليه؟ نيه؟ 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 وانا بتديني الدور يخليه نام على طول وتقول لي هل ايه؟ هتعيش اكتر من خمسين سنة انت كنت ناوة تجميتني ولا ايه؟ يا عم اكتر من خمسين سنة ايه؟ انت اصلاً ميت من سلاتين ومخبة على اهل اخرص! يلله بنا الرجال ناخده حينا منه يا الله ورا واي سChr Естьır اه 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 بالراحة يا سنة بالراحة ثي بيه يا سنة ينزف ثي بيه ينزف ونخلص منه تخلص مني؟ بقى اكيد يا دولة تبقى عندما موت بقى مين بقى يشيل بلوك يا دولة ياحي يالخي اثبت اثبت عشان اعرف ألمم لك جراحك اه طيب بالراحة اوة يا سنة والنبس لانا مش عارف ادي جراح ده بيوجهنا او او اوة اوة ده أنا حاسس إن شلفط ومش هنفع في الجواز بعد كده جوز إيه؟ وإنت كنت نفع قبل كده عشان تنفع بعد كده طيب بالراحة يا نقنق بالراحة كفاية الجرح اللي في قلبي ولا ولا ما تحترل نفسك يا لا إيه؟ بقيت عاكس أختي وأنا قاعد يهبل يهبل انت الجرح قلبك سيبه في حاله حرام عليك ده غلبان ولا أقولك بالمرة اخترق له حاجة هو جمان تخفيفه يلا يلا أصدق إيه يا سناء؟ أصدق إيه؟ قصدك يعني إن أنا إن أنا الخلطات اللي كنت بعملها يعني كانت بايزة؟ لا 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 آسف جداً آسف جداً ده غلطة بس دايماً العلماء في الأول بيقعوا تحت أخطاء وبعد كده بيتميزوا أخطاء؟ ده دوا السكر اللي انت كتبت قولي وجبت قولي؟ علالي السكر على الآخر آه ولا دوا الضغط اللي انت تدتهوني يا خبار ربي يا ده على اللي عمله في دماغي زي ما يكون محمد عليك ليه عمال يضرب فيي يا ربي بيبي حبيبي بحياتك بلاش الشغلانة دي يا بيبي أصدقى خطر أموت لا مش بلاش والحاجة هي بس في الأول الواحد لازم بيعمل شوية غلطات بعد كده بيتعود يا جماعة ده عادي جداً يعني بيحصل لأي عالم من العلمة يعني ياسمين عالي التلفزيون كده؟ عالي التلفزيون حاج أهم الأنباء من أخبارنا المحلية تم القبض أخيراً على مؤلف كتاب أسرار الأعشاب الصينية الذي انتشر مؤخراً بالأسواق وتباين أن مؤلفه يعملوا حلاقاً وليس معهم واهل سؤال ابتدائية وقديراً بذكر أن مؤلفه قد يسجل مدة لا تقل عن سلاسة أعوام يا بيبي شوفت مش أنا قلت لك نهايتها وحشة خالص يا جماعة هتلاقوه مش أبضوا عليه عشان مثلاً الخلطات فيها حاجة غلط أكيد في خلطة مطبعية مبتالة تعمل ايا يا ضرامسي؟ مش عارف يا دولا حمارته حطمس الثالث ده كل منظف تحتية عملها تاني لا تسيبك من حمارته حطمس ده واجرع على تمثيل بتاع رمسي الثالث زيما نزروط الدنيا تحتية يلت عنايا يا دولا ألو؟ يا حمادي إيه، إيه الأخبار؟ إيه؟ رانية بتهرش؟ يعني أنا مش فاهم، أنا أعمل إيه يا حمادي؟ ما تخليت تستحمى ولا؟ ما هي مقطوع يعني؟ بتهرش في راسها وفي ظهرها جامل؟ مش طيلة ظهرها؟ يا حمادي، يعني أنا أعمل إيه يعني؟ دولة، خليها تهرش بعصاية المقاشة؟ بس يلا، بس يلا بس يا حمادي، خليها تهرش بعصاية المقاشة ولا، إجري روح نظف التمثال بتاع رمسيس إجري حمادي، عندك المصدرة بتاعت ياسمين التلاتين سنتي، خليها تستعملها آآآ، اللي بتتني أختها خلاص بتهرش لها؟ طب، إنت عايزة مني إيه دلوقتي حمادي؟ يعني أجهرش معاك ولا إيه؟ إيه؟ عايزة دكتور؟ أوه يا مامي، يا ماما، يا ماما، يا ماما، يا ماما، تعملش في نفسك كده؟ أمي استحمي؟ أستحمي؟ إيه؟ اسمي الموضوع أكبر من الحموم بكتير يا حبيبتي يا أمي، يا مامي أرجوكي أنا في نار في جسمي هموت؟ معلش حبيبتي بقى استحميلي شوية، عادل كلم الدكتور والدكتور الزمانه الجاي يا بنت أنت أول مرة يحصل لك الكلام ده؟ من أعمالكم سلت عليكم يا شيخ الحرام عليكي بقى حتى وهي في الحالة دي بتشموتي فيها؟ بس يا بنت يا مفعوصة أنت يا مقروضة، ريح أخذينك حمام ولا استحمي ولا نضافي، بعد ما تترمي هنا جنب أختك دكتور روصل يا جماعة، فضل يا دكتور خير يا جماعة، اتطمنوا ما تلقوش مفيش أي حاجة إيه ده؟ وريني كده آه؟ مش ممكن، إيه ده؟ وريني إيدي آه؟ إيه ده؟ إنت إزاي سكتة على نفس الكل ده؟ لا، ما حضريةكم السكتة دي عمالة تهرش من الصفر طب وإنتوا إزاي مستحملين وقدرين تعودوا معها بالطريقة دي؟ وحضرتك إحنا اللي بنهرش ولا هي اللي بتهرش؟ هي اللي بتهرش؟ فإيه مستحملة بقى نفسها وخلاص ما تقولينها يا دكتور فيه إيه بس؟ طب ماني من فضلك؟ ما تلقوش، هي عندها شوية سكابس سكابس؟ بيتش عندها سكابس؟ يا مامتي أولا حب ده اللي بتخليها أستحمل حالة الهرش الفوزيع وأقومها ما عنيش يا دكتور حضرتك أنا جاهل بس شوية يعني إيه اسكابس ده؟ اسكابس يعني جرب أهح Each Nam أأأأأب على حقيقتك البضاعة زائفة بس يا صنان إطاق عيبة ما تستغليش الفرص وتقولي كلام فرغ زے كده عيبة ماسحش ماسحش حضرتك جرب جرب يعني؟ أيوة جرب جرب طوفايلي ومعد كمان اختلطت بحيوان كان عنده جرب وهو اللي نقلها المرض أكيد الأوت اللي على السلم اللي قلت لك Couldn't También انه توقازك وتأكل لها برضه بالضبط كده يا أستاذ عادل هو ده نوع من أنواع الجرب اسمه الجرب القطط عادل انا قلتلك من الأول انا قلتلك العينة جي كلها جربانة انت صممت تنسبه انت بسيات ما تتكلميش راكرة لما جالك تانية وانت صغيرة فاكرة لا ده انا كنت بحميها بالليفة كل يوم ده وراسع عن ابوك الله يكحمه اه بعدين 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 نتكلم في الموضوع ده يا مارس ايه يا دكتور حضرتك هتكتب ايه بالضبط دي شوية مراهم كده وكريمات هتستعملهم لمدة اسبوع اه والنبي يا دكتور بس والنبي المراهم خليه راحتها تبقى حلوة شوية اه يا ريت يا دكتور يبقى المرهم برقتي الفل لو سمعها وحزانة اللي أنا فيها دي ما ينفعش خالص السخر يا واستفزات المواقف اه خلاص انا قاسف يا راني انا قاسف كتبت يا دكتور ايه بس اهم حاجة زي ما قلتلك لازم تكون معزولة عن كل افراد الاسرة لان المرض ده معدي وخطير جدا يا حبيبتي يا مم انا خليكي جميعا بسمع اتبا يا اسميك بسمعتي دكتور بيقول ايه مرتة الفيلي يعني بيجي للاطفال وخصوصا للي في سنك أبعادي عنها خالص بسيها ابعادي عنها ما تقربن لااش خالص اه منشكرين جدا يا دفتور مسيح الوداع الوداع هيا يما يقول لها مع السلامه اه الوداع عادل هاتبوسها عادل بوسها ايه الطلب يقريب عمر ما طلبتي من الطلب زي كده موبايلات بقى يا راني ها اه يا بابا اه انت عارف يا لها رمزي طبعا عارف يعني انا بحبك قد ايه يا دولة بقى بتحبني يا عم دي نقعد بقى لي ساعة قدامك كده وان حتى ما طلبت ليش كبات ما ساعة يا سلام اوي اوي يا رمزي قد انت بتعمي يا لها يعني اي حاجة انت عايزها انا شريفش اي ونسيتك يعني بس ولا اهمك حتة اي واجاي امورنا اصوز عادة اه لو صبحت يا حتة رمزي طبعا انت عارفه يعني يا حبيب يا باشا طبعا اه عايزين اللي بقى يا سيدة هنزبطوا النهاردة كباية ماية ساعة مش اكبرها ايه وانا كباية شاي تاني يغدين تقمورنا باشا يا دي اللي انت عايزه يا لها تحب اطلب لك كباية ماية كمان لا لا يا دولة اصلا انا يا عم عامل لايت علشان انا حاسس ان وزني زاد كده هو يا بقى اسمها رايت يا لها رايت لا يا رايت اه طب يا دولة بقى ايه الحب ده كله يا عم والكلام الحلو ده يا عم ده انا ابتدى الفار يلعب في ودني الفار بيلعب في ودني على اساس انك ساحر يعني فار ايه اه ده اللي بيلعب في ودنك هتبتديها كده شكرينة حتا قوش يا بش طيب مش كريين تعرف يا يا رامزي الفرق بينك وبين ياسمين بنتي ايه؟ المخ طبعاً المخ ليه؟ ياسمين عندها مخ انت اللي تعرف عن المخ ان هو بيتاكل بس يعني آه يا دولة المخ ياه جوعتني يا دولة جوعتني ولا حتة كبات مية بقى تانية عشان هموت من الجوح انت هاد مش لسه بتقول عام الريت؟ لا يا دولة ده كان من زمان يا عام زمان ايه يا ابن ده جملتين فات ويرجع للحوار ايه يا دولة بقى انت تقعد تعد عليا كلام يا دولة قولي بقى انت دلوقتي عايز ايه مني علشان انا سايب ردعة اله الطفولة على النار بص بقى يا رامزي بصراحة يعني انا عايزك رانيا جالها اسكبيس لا يا راجل ألف ويبروك يا دولة ألف ألف ده عزة شرباتي يا عم دي يا عقبالي يا رب انت فرحان يا لا لا ان شاء الله هيجيلك هيجيلك اسكاربيس بإذن الله اسكبيس اسمه الراجل الدكتور بيقول اسمه اسكبيس بس ده هاي القوي يا لا بص انا اللي عايزه منك انك انت تخدم راميا يعني تسعيتها تشوف طلباتها تشتري لها حاجات كدهو وبعدين هي لو اتبسطت منك هتديك شوية من الاسكبيس اللي عندهم ده وبعدين لو اتبسطت قوي ممكن تديك الاسكبيس كله يا لا لا والله ما حزينه الله يا دولة تب دولة انت ليه بقى يا معلم ما تخدمهاش انت صراحة يعني يا رامزي انا مش هقدر اخدمها لان انا خايف ما بحبش الاسكبيس ده يعني عارف ما ليش تقل عليه ليه يا دولة وايه لده ايه ده يعني الاسكبيس ده يعني حاجة يعني عارف عاملة زي الجرب يعني ان شاء الله يجيلك بيزني ده لا يا عم ايه ده دي تبقى مصيبة يا عم اكده هون بقى اذا عرف السبب كاتر العدد يا انت شغاليات في سوق الليمونيات كاتر العدد ايه المهم عرفتها تعمل ايه بس يا رامزي هعرف يا دولة خلاص انا هراعي مراتك رانيا بس دلوقت يا دولة افرد بقى يا عم انا جالي الجرب ده هو لا ما تقلقش الجرب عمره ما يجيلك ليه يا دولة الجرب العادي بيجي لبني ادم مرتين بس في حياته كلها انت جالك اربع مرات قبل كده فستحالك لا على فكرة بقى جالي ست مرات بقى دولة لا يا راجل اه ده اخيرهم منبارح بالليه عم هتقرب منبارح بالليه دولة طيب اه هتكرى على الله بقى ليه دولة وايوا هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا المس الخشب انا المسوا بعد كده اتعادي. اقول لك حاجة استني اخذي من الطبق كده على طول. ماشي ماشي اوكي. سني 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 سني. ما تخديش من الطبق كده على طول لان ممكن ايديك يتلمس الطبق فممكن اتعادي. كلي ببقك على طول. يعني انا عايز اعرف دلوقتي انا هاكل ازاي عود الحرام عليك. عادي يا رانيا كلي زي القطة تببقك كده وانت عمرك شفت قطة بتمسك العينة بتحطه كده ببقك. اه لا ببقك مش عارف مش عارف ايه كن زي القطة تحرام عليك يا عادل موت مش عايز ايه. خلاص 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 انا هاكلك هرا بطريقة تانية بص يا ااكلك ايه ده اسنة 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 ما تقلقيش ما تقلقيش هاكلك بطريقة الحاتف واخدبالك دي طريقة هيلة ومضمونة بس اهم حاجة ما تلبسيش ايه يلا المش مشها دي هتدخل في بق مين يلا المش مشها يا المش مشها يكراف تاحي بقاءك تاحي بقاءت يلا اه قبا. انتهى دهي الله ما تحتف لي بقى السوداني ولا الموز بالمارة اجيب لي كل اللي انتي عايزاء الموز موجود نبعت نجيبه واسه أهم حاجة ما تقربيش منها خالص يا راني عادل أنا طائفة أنا مش عادرة تتعامل يا جماعة أنا مش جرب أنا وحالما عليكون الزيت من الحمزة أنا فيها دي عادل 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 بخصوا بقى يا جماعة أنا جمعتكم النهاردة عشان نتكلم في النظام المروري اللي هيتمع إن شاء الله في الفترة اللي جاية جوة الشقة هنا نظام مروري إيه يا ابني? اكتبت نفسك في ميدان التحرير أكتر يا ماما من ميدان التحرير اللي أنا بعمله ده يا جماعة حرصا علينا إن إحنا ما ناخدش العدوى من اسمها إيه رانيا مراتي يعني فعشان كده أنا حريص عليكم يا جماعة حريص عليكم الله يخليك يا ابني تسلامني بصي بقى يا ماما النظام المروري اللي إحنا هنتبعوا إن شاء الله الخطوط الحمرة دي هتبقى خاصة برانيا عشان تقدر تتمشى جوه الشقة براحتها توصل الحمام توصل المطبخ براحتها بالنسبة للخطوط الخضرة دي فهتبقى لينا كلنا إن شاء الله طب والخط الأصفر ده مين اللي هيمشي عليه الخط الأصفر ده بقى يا نجلاء هيبقى للطوارق والضيوف في إذن الله أنا بقى مش مقتنع بالهابة اللي إنت بتقوله ده وحمشي في الشقة براحت وحبرطع تبرطعي؟ أنت بالذات بقى سناء هيتعملك حظر تجول بعد الساعة ستة بالليل ليه بقى إن شاء الله؟ للحفاظ على البيئة إيه؟ ماما عادل لو ما سكيتش يا ماما أنا اللي حعمله مسارات مرورية بس في وشه المرة دي بس يا عادل معقولة تقولها عناختك بيئة؟ ماما أنا ما بفتريش على حد يا ماما أنا عملت دراسة كاملة لكل الناس اللي ساكنين اللي هو في الشقة اكتشفت إن سناء محملة باتنين طن من المواد المشعة اللي تعتبر عبارة عن ياد اتنين كان بألف اربعة زايد مقام مجنانيسي السيديوم زايد خصفات وحاجات عشان كده أنا شايف إن هي سناء مواهية محملة بهذا الكم من الحاجات الملوسة للبيئة لو اصطدمت برانيا ممكن شوفي بقى أنت يا ماما ممكن يحصلين في الشقة اه والله عندك حق ده الشقة ممكن تولع عشان كده أنا بحاول أحافظ عليكو يا ماما مرسي يا بيبي ربنا يخليك ليه يا ربي عملتني طريقة مخصوص ليه أروح ويجي في مطرح منا عايزة في البيت يا حياتي اه انت عمل لك طريقة هايوي واحنا نتخنق بقى في الزحمة والإشارات براحتها حبيبتي بقى اعملي حسابك وينزلي بدري شوية احنا على فترة مقى دولة ممكن يبقى فيه حل تاني خالص الموضوع ده هو بس احنا نعمل الطريق ده رايح جاي علشان بس ايه حالة الاجتناع بس عشان يقوموا رايحين بقى يقوموا مفقاشين في بعض بس 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 طريق خاص يطلع من قطك على المطبخ دايريكت يا سلام تعمل لها هي الطريق طواري وتخلى أمك تلف من طريق البلكونة الدائري اه ماما اعملك ايه بس يا ماما حاولي مسلا تبعدي عن الموعيد بتاعت الشغل والمدارس بتاعت العالي هتمشي بسهولة قاوية طب بابا انا زي بقى يا بابا هالعن في الشقة براحت اه ياسمين يا حبيبتي تقدري تلعب في الشقة براحت خالص على الخطوط الخضرة بس ما تروحيش لايمين ولا شمال اما هتخد مخالفة يا سمين تاخد ايه تاخد مخالفة يا سمين بقولك ايه برطاعي وجري وروحي ودوسي على كل الخطوط يا يا سمين ولا معاك يا حبيبتي سماء هد السرعة شوية وبلاش رعونا حفاظا على الارواح اللي موجودة في الشقة بعد اذني انا عافا انت عامل فيلم العربي دا كله ايه عشان مراتك توصل بسرعة واحنا نتخني في الاشارات وفي الزحمة ونتعطل اه دلوقتي يا جماعة انا عائزكم كلكم تلتزموا بقواعد المرور عشان ما يحصلش اي مشاكل اه رمزي نفلهم ماشا دولك هنا كده تميلنا بقيت اليوفط وكله هيلتزم وانت تفضل انه واقف لمدة اسبوع اتفقنا اتفقنا يا دولة نزل ايدك وبعدين يا رمزي وبعدين هنعمل ايه بقالنا اسبوع الغاية دلوقتي ورانيا مفيش اي تحسن معلش يا دولة يا حبيبي واحدة واحدة كل حاجة بتيجي واحدة واحدة في التقن السلامة وفي العجلة الحمامة في العجلة الحمامة والله انا مش عارف اعمل ايه من غير معقولاتك المقصورة دي ده هي اللي مصبراني يا ابني العجلة الحمامة شكرا انا دولة شفت بقى عرفت ان انا مفيد ازاي كده يلا بقى اطلوب لي بقى شاي بحليط هو شاي سادة بس حتة يا حتة ايوة جي اي سوز عادل امورنا باشا هتلينا يا سيدي اتنين شاي سادة حاضرة باشا سوز عادل انا عايز اقول لي سعادتك على حاجة بقى من الاخر يعني سعادتك كده بقى لك اسبوع شكلك يعني ايه في حاجة ضغطة على روحك المعدنية مشكلة ومصيبة ايه هتعملي فيها دكتور نفساني مشكلة ايه ومصيبة ايه مفيش اي حاجة خالص يا حتة في ايه سوز عادل من الاخر بقى انا عارف كل حاجة لما قصة سيحتي دي ما انت قلت الحتة يعني قلت الكل الحتة ايه باشا فيق ايه باشا وانا ممكن اتكلم على حد ولا اقول لي حاجة عن حد خالص الحكاية دي بقى حصلت قبل كده لواحد صاحبي اسمه زينا ومززيناتي واخبال سعادتك ساكن في خمستاشر حرط المعاطف في الدور الارض انا انت فعلا ما بتقولش اي حاجة على اي حد برفع علي ايه اما حاجة السري بقى بير طبعا بس البير واضح بايز ولا ايه ما طولش عليك بقى باشا اقول طول اخلص اخلص يا حتة ايوا حتة اخلص بقى اخلص وروحت لنا بقى الشاي بالحليب بتاعنا انا قلت شاي سادة سيس عادل ميل اخر الحل الوحيد في الموضوع بتاعها ساعدتك ده العلاج بالاعشاب العشاب لا 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 اعشاب بقى ودهن الرجل الكاتكوت والكلام ده كل ده كل ده تخريف يا باشا صدقني الولد اللي انا بقولك عليه ده الوضع عشبة ده ده محترط وضع خبير خبير يعني اه ماشي ممكن نشوفه يعني مش هنخسر حاجة بس انا مش مؤمن بالحاجات دي بس يعني نجرب يعني يا باشا ساعدتك بس اتديني الموبايل كده وانا اكلمه لك وشوف ايه اللي هيحصل اه رمزي اتديني الموبايل بتاعك عشان مريت ما تطلعش عنده يعني انا مش مؤمن نص بالحاجات دي يعني حاضر يا دولة بس حاولي بقى الرصيد ايه خلص رصيد ايه سواه انا باشا هتشوف الوضع هامل ايه ده الوحيد سلمني عليه حاضر انت تعرفوا لا ايه لبط وخلص مش عارف بيردش ليه بواده ايه ما فيش سيجمان اه اه الو اه الو ايه ولا عشبة انا حتة هلا يأ الو ياد حتة اه 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 في مصلحة كده اه في واحد عندنا محترم اوي اوي عندنا في الاهو انا ربنا خليك احسن احسن الزبائل اللي عندنا في الاهو اه اسمه الاستاذ عادل الشاعر عادل الشاعر اه 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 مراده بقى جلع جارة واخبالك واخنا عاوزين عليك يا ابني امراته جالها جارب جارب اه 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 هي مش مراته اوي يعني اه 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 طب هكلمك تاني انا عشبة هكلمك تاني بس اه اه ايه ايه رأيك باشا اه مش عارف يعني احنا نجرب عشبة ده بقى وخلاص يعني يا باشا يا باشا ده متخاصص صدقني والحاجات ده زي ما قلت لساعدتك اسراره محدش يعرفه هقولك على حاجة عارف الولا كتا الودا كان جاله قراء انجليزة في دماغه وخبالك وعشبة تدخر في الموضوع ده الودا تفرج ايدي الوقت بسم الله ما شاء الله شعره ده ده فاير ده فاير الله عقبار راني امراتك يا رب ما تخف من الجرب اللي هي عندها دي امين 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 يا رب العالمين انا مقصود منكم انتم الاتنين صراحة يعني بتحافظوا على الاسرار جامد ما شاء الله يعني ما شاء الله يا باشا ما حتش عفانها حاجة خالص اه اه طيب اتكاء الله بقى وابقى اطلب لنا عشبة ده واتديله معاد ويجي للبيت ان شاء الله اهو شكله هو دولة حبيبي عايزي اه دولة هو شاءت الاستاذ عادل اللي امراتوا عندها لمواحظة جرب تم ووظفت الطير رمزي معاك اهو لا ما انا لفيت على كل الشوء اللي جنبنا وسألتهم كلهم نفس السؤال اهو شكنا بيتك فضحتن نففتو عشقكو بنا يا غبي اه دولة بقى ما انا قلت اسيبوا يغلط علشان لما يجي بعد كده يتعلم اتعلم ايه وتهب بيه اتفضى الاسيدي اتفضح عشوب عشبة إلا عشاب اهو واضح من كمية العشب اللي على الهيدوم يعني انك عشبة طبعا اههه على فكرة دولة انا الراجل ده سآلت عليه كويس اه ولقيته بقى فعلا بيعانك كل الامراض المستعصمة والسهرتك هي مش مستعصمة مستعصمة يعني هي شوية جرب بسيط نتيجة انها لعبت مع القطة اللي على السلم والقطة دي اصلا جربانة يعني اه كويس ان انتوا قرتولي ان السبب قطة يبقى العلاج ايه دهن الأطقوط مع عصارة النبات اللحط مع جزء من غصون التيتالون ومنعمل ايه بقى نحصر المرض في جتتها ومشفوته على طول تشفوت ايه من جتتها وانت بتطلع عفيت يا عم شوف ميني انا حاضر يا دول هي المسألة ابسط من كده مين يلا رمز ايه انا ميدو دلكها اخصاء التدليق والمساجر ومساعد اشبع ايها يا كابتن ايه اللي اخرك ده كله يا عم اخر ايه مش اشكال تأخير وايه اللي انت جاي بيه ده ايه يا عم انت داخل ملعب من فضلك فين الشغل صواء انت كلني الجولدن فنجر الجولدن فنجر بتاكلك صوبعك بتاكي يعني احنا ممكن نيجي الصبح لا صوابعك كلتك ما بقيتش موجود يعني ولا ايه يا ابساز عادل الكابتن لمؤاخذة دلكها عايز يتشوف شغله علشان لما انا ادهن الخلطة الصحرية بتاعتي على جسمها ام هو يدلكها جسمها يزفلت وتبقى كمان ايوه ما هي دي شغلتي ميدو دلكها الميدلك هاتي انت دلك ايه يا ادلكها انت دلك ولا 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 لا بقولك ايه ده انا اهل سعيدة ده انا اتبحك واهلا انت وهو ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده يا دول بقول اتبحه هو وهو لا يا دول انا مش قصدي ديا يعني ايه دي اهلك الغjdة دي ايه الاء اهلي اهلي سعيدة انت بتاعرفش اول مرة تعرف ولا هيه لا انا وانا دول انت لا اهلكProfس探يدة ولا حاجة انت بدك دي مش هذه الدولة انت دايما تخيط عليها سعيدة ولا بحير очctor انت يا ابن نبت شيطاني تم자는uger الواحدة كده انا نبت اه نبت وضع برا وقال دول برا معاقش اضطع برا يلا دلكты يلا عيشبيني يلا اخبييتها يا الله برّا ماشي 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 نركز على العلاج بقى يا حبيبتي ألف 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 الحمدلله على السلامة مرسي يا مامتي يا حبيبتي ربنا يخليك إلي هاحسن ما في الموضوع عن اللحظات العصيبة اللي مريت بيها عرفتني العدو من الحبيب يا مامي توصودي يا رانيا يا بان سمع مزودكيش يا صنع اه افتكري الماضي مش بعيد لما كنت اعتدت لي ضعفرك بلديك إخراسي إنتي كمان جربانانا بس في دماغاتي إخراس إنتي رم بنتك عنا شوتا بيون وبعدين وبعدين ها 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 احنا بنحتفل بنحتفل لي كده يا بابا إحنا مش هنأكل الترطة هنأكلها حبيبتي طب بابا هيلون هعمل كده ليه بس متعال الترطة دي جربانا ايه ده ايه ايه عادي فيه ايه مالك عايزة هرشل في الختة دي كده يا رمزي ايه كده ايه يا دولة انت عايزنا احط ليه تمثال قمت حلب قبل تمثال الملك اخنافون اخنافون طب عدتلك قمت حلب التاني اسمه اخنافون ده ايه كان فرعون عنده لحمية ولا ايه يا انت بتسألش انت تنفذ انا بقولك عليه وخلاص حضرة دولة مش انت اللي قلتين اسأل يا دولة دلوقتي اسأل من غير ما تبين لان انت بتسأل اسأل من غير سؤال انت فاهم؟ لا اهو غبوتك دي يعني بص يا لا يهبل يهبل دي اسرة ودي اسرة انا برتبهم حسب الاسر يعني اهو ترتيب عائلي يعني ماذا تكتب ليه وعائمي؟ اه هتعمل لي فيها يعني فيلسوف هو ترتيب اسري الاسرة مثلا الاثناشر قبل الاسرة التلاتاشر قبل الاربعتاشر نفذ وانت ساكل حضرة دولة بقولك يا دولة احنا بقلنا اسبوع دلوقتي عملين نرتب الاسر ديا والتماثيل ديا دولة وما فيه مفيش زبون انا عارف مفيش ولا زبون بيدخل بس ان شاء الله هيجي لنا زبون لما يخش زبون يلاقي كل حاجة مترتبة واي نعم كل يوم زي التاني بس هنعمل ايه؟ لا يا دولة ومش كل يوم زي التاني بقى ازا كنت يعني تتكلم بصراحة احنا مبارح كان التلات والنهاردة الخميس اهو يعني فيه تغير مبارح التلات والنهاردة الخميس والاربع فيه يهبل 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 اه دولة يمكن يكون الاسبوع ده هجي ناقص يوم على فكرة يهد هو الاسبوع ده رمضان رمضان هو اللي بس فيه تسعة وعشرين فيه تلاتين كده اقول لكن الاسبوع هيجي ناقص وزائد اهبل انت حارف يا لا مين اللي اخترع الاسبوع ده؟ مين يا دولة؟ اقول لك انا اللي اخترع الاسبوع ده يا يا رمضي الفرعنة لا يا راجل ازي يا دولة؟ احكيي لك عشيك استاني دولة اوقتك يا دولة استاني يا الله دولة دولة اقفل باب البزارة يا دولة؟ يا ابني مقفور زي مفتوف سيدي اسد.. انا بس اعيز افيدك بخبريتي يا لا يا رمضي حاجة تستفيد منها يعني المعلومات اللي عندي مش هفوديها فيه الله يا مدرسة الله آه.. قل يا دولاه.. قل تسوأ يا سيدي.. كان زمان بقى أيام الفراعنة .. كان الأسبوع دة دة كان خمس أيام بس خمس أيام يا دولاه.. واللي قمت Literally من اخترع الأسبوع كان رجل بقيست للفراعنة أوه.. بقيست للفراعنة.. بقيستهم بالباقى.. اللي هي الأدوات منزلية ومستلزمات معابد وكده يعني.. فهو بقى كلهم الأسبوع خمس أيام يا أخواننا دولاه.. انت الدولке اذا 這個؟ اللي هو الثلاث الرابع يوم اللي أربع الخميس شوف الله ده سهل أوه يا دول انت بوه الجمعة يا دولة لا الجمعة بقى كان أجازة بيتجمعوا كلهم بقى اللي فرعانة مع بعضيهم يعودوا يلعابوا بلاي ستيشن بقى وقتاري وكده الله يا دولة انت بوه السبت يا دولة بقى السبت ايه لو مطك دلها تخليني ما يحكي لكش حاجة قومي يعني قومي يالا شوف شغلك ايه دولة بقى يا دولة شوف شغلك شوف شو ايه هنقعد نهزر ويفرد زبون الجهة لقدر الله شوف دولة بقى ايه بقولك ايه يا كابتل كابتل ايه الساب هو حتة في نمار متعارف الله السابت انا لما جيت ماليتوث ماليتوث اه طيب هاتلي واحد شايل اصلا حاضر السابت ايه بقولك ايه يا كابتل ايه وانت اسمك ايه نصر حكي مانقو انا صغرت ربت حالا بسا لا سعت لسانى فاسموني نص سموك نص طيب هاتلي واحد شايل نص حاضر السابت بقولك ايه ايه لازم يكون الشايل ثخ نعمة ليسا للسانك أمسان يا عم انت مالك والثانك واللثاني ما لسانك أمسان ولا نص من دا لا نص دا حتة السابت دا حتة حتّة، وإيه اللي عمل فيه كده إزاي تغير يعني؟ سبحان العاطل وهاب بعد السبسب والأبقاب السبسب، آه، ده شكلت بتحطد عليه يعني أساس بحسده بتحسده بس، طب يلا تقع الله هات للشاي ماسي حتّة، ألا حتّة، ألا حتّة إيه يا أستاذ عادل في إيه؟ ألا حتّة، ألا حتّة إيه يا أستاذ عادل في إيه ملك إيه إيه ألا حتّة؟ إيه إيه اللي أنت هتنفز عليه ولا إيه؟ يعني فعلاً سبحان العاطل وهاب من بعد السبسب والأبقاب إنت يا ما شاء الله إيه اللي عمل فيك كده يعني؟ لأ إنت كمان هتعجل يا أستاذ عادل لأ بعد إذنك أنا مش فاضي وعند شغل لو سمحت عندك شغل إيه؟ ده إنت أساساً فتح اللابتوب وأكيد بتلعب جيمز ولا حاجة جيمز لا يا أستاذ عادل أنا بشوف البورصة بتاعتي وصلت لحد فين دلوقتي؟ البورصة؟ طب وإنت مالك ومن البورصة دي؟ لا خلاص ما نبقيت في الموضوع ده من زمان بقى أنت عارف الصدفة يعني بتلعب دورها واحد صاحب يكللنا على موضوع البورصة ده فدفعت خمس تلاف جنيه فجأة بقوا تلاتين ألف جنيه تلاتين ألف جنيه؟ تلاتين ألف جنيه؟ من خمس تلاف جنيه بتلاتين؟ يعني إيه ده ماشا؟ الله يعني ولا إيه؟ إنت هتحسدني ولا إيه أستاذ عادل؟ لا مش بحسد بس يعني خمس تلاف يطلعوا تلاتين ألف مرة واحدة كده يعني؟ الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بقى وإنت عارف طبعا أنه طول عملي مغامر غامرت بالتلاتين ألف جنيه ودخلت بيهم البورصة تاني ووصلوا خمسين ألف جنيه خمسين ألف جنيه يعني الخمس تلاف طلعوا خمسين ألف جنيه وطبعا بقى سيبت القاهوة وروح تشغلت في البورصة بقى هود إيه؟ مش انت بشغال إيه في القاهوة ولا أنا متهاقلي ولا إيه؟ لا خالص عمرك مش شغالت بالقاهوة أخالص أجيت حد شبه يا أها واسمه حتة برضي يعني سبحان الله طيب بقولك إيه بالنسبة لشغلة البورصة دي يعني ينفع أنا أشتغل في البورصة وأسيب حكاة البزار دي لأن أزهقت من البزار والبزارجية والكار دا مش بتاعي صراحة أنا كنت أداخل فيه تدبيسة يعني تعرف حد يشغلني في البورصة؟ والله أستاذ عادل أصل الموضوع دا محتاج ترتيب يا أنت بعتاك حد يزبط لك الليلة من أولها الأخيرة بيقولك تعمل إيه وتتصرف إزاي؟ أو تقعد مع حد مثلاً يكون خبير بورصة خبير بورصة؟ يا دي شغلانة اللي هي بتاعت خبير البورصة دي؟ لا دا فيه خبير بورصة وفيه خبيرة بورصة كمان خبيرة بورصة؟ أي يعني هي نفسها اللي تقولي بقى تشتري إيه وما تشتريش إيه ويتبيع إمتى وتشتري إمتى يعني؟ بيبقى لها كوميشن على فكرة بتاخد منك نسبة كوميشن اللي هو نسبة إيه يا لا يبقى أنت مش أكيد حتة الأهواجي حتة استحالة يقول كوميشن يعني طب والخبيرة دي يعني مين اسمها إيه؟ اسمها سهام الأسهمي سهام الأسهمي سهام الأسهمي؟ يا عشان تبقى بتشتغل في الأسهم تبقى أسماع الأسهمي دي تبقى خبيرة جمدة جداً يعني حضرتك يا أستاذ يعني ممكن تديني نمرتها يعني؟ شوز عاد الحالك بتتكلم بجد ولا زي عادتك بتتريق؟ لا ما بتتريقش أفضل وأنت تعرفني منين ما أنت مش حتة الأهواجيب أنت ما تعرفنيش الكلام كده مش عجبني سهام وأسهمي وبتاع حاضرك عايز تليفونها ولا عايز تلمت كتير؟ لا لا عايز تليفونها تدوني؟ أنا يا حاضر صباح الخير؟ صباح الفل والياسمين والورد والكوكتيل منفر لك عوزة الأستاذ عادل سعيد؟ عادل سعيد؟ مين عادل سعيد دوا؟ في حتى قالك إن هو شغال هنا؟ مما عادل سعيد؟ ياهبل، ياهبل مش عارف إن أنا عادل، يا لب لا يا دولم هي ما قلت ليش دولة دولة، وبعدين انت غارت إسمك اش 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 أهلاً وسهلًا، أهلاً وسهلًا أهلاً يا فندم أنا الأنسة سهام الأسهمي خبيرة في تدول الأوراق المالية والبورثة أهلاً وسهلًا دي أنا في انتظاري كتفضلي إهلاً وسهلًا والله خبيرة خبيرة يعني يا دولا روح أعطي حاجة ساعة عجلة تكرى الله يا حضرة دول دولا أجيب الحاجة ساعة ديها نساعة ولا سخنة روح للرجل قول له حاجة ساعة هو هيفة فريرة فريرة خبيرة سيبه 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 إتعبار إتعبار بره لو هاد دام جنن يا حضرتك يعني متخلف متخلف يعني عرفة مرة عمل مافيش وقت يا أستاذ عادل ندخل في الموضوع على طرف ماشي ندخل في الموضوع حضرتك يعني أنا كنت عايز يعني أحط فلوسي في البورصة وأكسب خمسين ألف جنيزة يا الوات حتة مين؟ يعني عشان أكسب فلوس البورصة يعني أعمل إيه؟ بسيطة قوي، الفكرة كلها في شراء مجموعة أسهم مالية بدمن معين، ولما بتغلى بتبيع؟ آه، بيقوا أكسب زي الوات حتة؟ مين حتة؟ لا حضرتك، تفضلي كملي كملي آه، وبتشتري الأسهم دي من شركة نجحة جداً، وبعدين بتجيب لك عاقل مادي كويس قوي ماشي، حلو يا حضرتك خلص، وبما أن أنت اسمك سهام الأسهمي، فأنت هتنقلنا كم سهم كده حلوين على زوءك يعني أهم حاجة يكسبونا، وتفضلي حضرتك قادر فلوس هاي آه، كم دول؟ حضرتك دول خمس تلاف جنيه بس دول مش كفاية أستاذ عادل، علشان تكسب في البورصة لازم تغامر بفلوس كتير، ياريت تزور لنا المبلغ ده شوية ماشي حضرتك، أحاول أزودهم، أخد دول بقى زودهم وأجيبهم تاني لا 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 خليهم، هشغلهم لك في كام سهم كده من بتوع شركة المنسوجات الحرارية المنسوجات الحرارية؟ بس مش منلاحظة يعني أن الدنيا هتبقى حر شوية على الفلوس وخصوصا ديمتينات يعني طب خلص، آه، أشغلهم لك في شركة الكابلات الهوائية؟ الكابلات الهوائية لها فلوس وفي الهواء وبتاع لها لون مشو فيها أي حاجة أرضي أنا عرفت طلبك، هشغلهم لك في شركة الاتصالات السرية أيواء السرية، أنا أهم حاجة عندي الكتمان يا رانيا يا حبيبتي، البورصة فرصة، وطلعة مش نازلة دي فرصتك يا رانيا أقعد ضعية من إيديك نوو يا عادل، أنا سبق وقلت لك إن أنا مبحبش موضوع البورصة دا يا عادل لإن أنا قريت في بورصة النفوس البشرية النفوس إيه؟ وإحنا هنتاجر في العبيد، بورصة النفوس إيه اللي إنت قريتيها؟ يا عادل دا كتاب اسمه البورصة والنفوس، بيقول فيه النفوس البشرية بتتغير تغير كامل وبتصبح نفوس نفسوية من نفسنا إيه الكلام الفرغ اللي إنت بتقولي دا؟ أكيد الرجل اللي أقل في الكتاب دا رجل من نفس أساسا مش عايز أي حد يكسب غيره يا سناء، يا سناء يا حبيبتي، الفلوس بتاعت الدروس الخصوصية اللي إنت بتديها دي هتوديها فين؟ عادل؟ بقولك إيه؟ اطلع من دماغي، ملكش دعوة بفلوس الدروس الخصوصية بتاعتي، آه، كفاية قوي إن الفلوس دي أساسا منظورة أنت أصلك مش عارفة أنا أخد لك أسهم في أنا وشركة بالزبط؟ بقولك إيه؟ أنا مش عايزة أشترك في البورصة دي يا أخي اعرفي بس الأسهم اللي أنا أخدها فين وأنت والله هترتاح لو عارفت؟ فين؟ فين؟ شركة الاتصالات السرية؟ شركة السقق، القاسهم في شركة الاتصالات السرية قال أنا مش عايزة أشتري في البورصة دي يا أخي، مش عايزة وبعدين القاسهم في إيدك تصدي يعني لو بتكسب تفشل بعون الله، أنا أشتري قال يا ماما دي مضمونة ومكسابها مضمون دي مكسابها عالي جدا بس ما تقلقيش يا عادل ما حد، يا عادل أنا ما بحبش الأسرار في حياتي، أنا حياتي قوبن، قوبن مفتوحة يا عادل ما تسياحي شركة الاتصالات السرية، ملاش تقولي اسمها بسط حالي وبعدين دي شركة مش معروفة، ما حد يسمع عنها قبل كده ما وضع طبيعي، ما السرية، لازم ما حدش يسمع عنها يا عادل يا ابن، أنا مش فاهم حاجة من الحكايات بتاعتك دي عن البورصة، كل اللي أنا أعرفه البوستة وبس يا ماما، هي البورصة شبه البوستة بالظبط، يعني بتدخلي فيها فلوس تولدلك فلوس كتير طب نفترض الفلوس اللي بتولد دي ماتت لا 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 ما تقلقيش الفلوس بتاعتك أودها لك لدكتور كويس إن شاء الله يعني وهتولد فلوس كتير يعني يا ماما دي حاجة أرى واسخ منها يعني إن شاء الله المهم تجيبي فلوسك بس مناني يا حبيبي؟ ما معيش والله؟ يا سلام، وكله معهوش يا ماما طب وانا بقى هعمل ايه في الشركة بتاعت الاتصالات السرية دي؟ دي ما حدش عراضي يعبرها حتى ولو برنة حماتي، أنا عارف طبعا أن أنت أكتر واحدة في البيت ده هتفهميني في موضوع البورصة نو يا عادل، نو أنا مش هخش في البورصة دي خالص جامي 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 طيب جامي ليه؟ عشان أنا ما بحيبش أخش في تجربات أنا أحب أخش في وقائع أيوة بس على فكرة البورصة ده واقع وبقى واقع ملموس والعلمك ممكن تكسامي منه كويس قوي نو يا عادل، I cannot أنت عارف بابا خسر كل الفلوس بتاعته في البورصة لما دخل في شركة أسهم بتاعت تقاوي قطن وخسر كل الفلوسات بتاعته طب هو دخل تقاوي قطن ولا خد تقاوي أسهم لأن تقاوي الأسهم على ما ما بتطرح بقى وبتاع بتبقى شغلانة ياسمين، ياسمين، تعالي 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 مين حبيب بابا؟ أنا مين روح بابا؟ تعالي تعالي، زيك يا ياسمين ياسمين طبعا أنا عارف أنت محويشها فلوس كتير من العديات اللي انت كنت تبتغديها يعني كنت تبتغدي عدية مني ومن ماما ومن خالته ومن عميته ومن تيتا ومن تيتا فطبعا معاك حصالة مليونة وأنا عارف كل ده ومطنش في إيه يا بابا؟ خش في الموضوع حاضر يا ستة خش في الموضوع الحصالة بقى اللي انت محويشها فيها الفلوس كتيرة جدا اللي عندك دي أنا عايزها عشان أخد منها الفلوس عشان أستثمر هوملك بقى في شركة المصصات السرية إيه رأيها اتفضل معقولة، خمس تلاف جنيه يكسبوني تلاتين ألف جنيه مرة واحدة المهمة تعرف تشتري إمتى وتبيع إمتى، هي تدي بقى لعبة البورصة وشغلتي أنا وأنا شغلتي أقبض منك الفلوس وأخدها بقى لا اوعى، لازم تشتري أسهم تانية ومدام دخلت البورصة هيبقى لازم تكمل طيب ماشي خلاص، اشتري لي بيها بقى أسهم من بتاعة اللي هي الشركة بتاعة الاتصالات السرية دي للأسف اتعرفت وبقت علنية طيب وعمل إيه أشتري أسهم إيه طيب؟ أنا شايفة فيك كده إنك شاب طموح وأنا بصراحة برشحك بقوة إنك تكون وكيل شركة الأوراق المالية بتاعتي وأكيد شركة الأوراق المالية أشتغل إيه يعني؟ تجيب لي ناس بيسقوا فيك يشتروا أوراق مالية من عندي أي بس أجيب لك الناس إزاي؟ يعني أولا أنا قلت الجماعة إصحاب البزارات صحابي يعني كلهم رفضوا حتى أهلي بيتي نفضوا دي ده كان زمان، لكن إنت دلوقتي كسبت والوضع اختلف يا دولة يا دولة؟ بيبي، بيبي، خد الفلوس دي اشتري دي بيها أسهم يا سلام، وفين كتاب بورسة النفوس ومال؟ لا 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 خلاص قطعتوا يا عادي لأنا عرفت إنه هو بيخسر أصلاً يعني خد مش دول كم دول؟ ألفين ونص حاضر، ألفين ونص رانية عادل، عادل، خد الخمس سلاف جنيه دول شغل هملي في البسطة بتاحتك برضو يا ماما لسه مصرة إن هي البسطة، اسمها البورسة يا ماما البورسة البورسة البسطة، آه كله بيجيب فلوس، بس البسطة بتاحتك أنت بيجيب فلوس أكتر ماشي، ما كنتيش مصدق من الأول حاضر يا ماما عناية ليكي خمس تلاف جنيه يا ماما عادل، يا عادل، من فضلك خدت تلات تلاف جنيه دول، ومن فضلك من فضلك اشتري لي من السهمات اللي هي بتكسب دي هم؟ السهمات اللي بتكسب حاضر يا حماتي، تلات تلاف جنيه يا حماتي وأنا كمان يا أبي وإنت عايزة إيه يا نجلاء أصلي ما كنتش أعرف إن البورسة بتكسب قوي كده وديك عرفت إنها بتكسب عايزة بكام 500 جنيه أهم 500 جنيه نجلاء حاضر يا نجلاء بابا إيه يا بنت إنت عايزة إيه أخذ الفلوس اللي في الحسطالة واشتري لي بيها أسهن أسهن؟ عايزة أسهن إيه؟ أسهن من شركة المصاصات السرية المصاصات السرية من شاختنا اهم؟ يسلم عايزة سبعتاشر قرش ياسمين دولة دولة الألسس هام جات يا دولة هاي؟ يا سلام مواعيد بور junا صحيح آكي إن شاء الله إزايك يا عادي أكيد بتقول استحم شركة الكراتين والفل الصناعي يوصل خمس تلاف جنيه؟ بيع طبعاً يا سلام الكاراتين والفل خمس تلاف أمر الحديدي بقى كم بقى؟ وشركة البلالين وصل عشر تلاف؟ ده الأسبوع نفات كان بخمسة وثلاثين بس؟ البلالين بقى بخ... البلالين خليه بيع خليه بيع بقى اتهيل يا عادة بيع طبعاً سلام أهلاً وسهلاً تفضلي قوم يا زفت قوم تفضلي أهلاً وسهلاً يا أستاذة سيهام يا أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً والله يا حضرتك منور أنا وحضرتك دي الفلوس اللي أنا جبتها بقى من كل الأسرة عندي يعني أمي وأختي وكله كله جبت منهم فلوس يعني انت بقيت هايل في البورسة يا عادة أم لفين فلوس التجار أصحابك؟ التجار أصحابي على وصول انت عارفة طبعاً يعني التجار بيحب ويشوفوا كل حاجة بيعنيهم أوكي وعمولتك طبعاً محفوظة ربنا خليك أهم حاجة بقى إحنا المرات دي نحط الفلوس في أسهم أنا وشركة شركة تلج أسوان تلج أسوان يا نهرة بيض دول هي أسوان دي فينا دول أسوان دي بعيد جداً يا لأ يعني عارف وانت افتجاه بنها بقى كده بس مش شايفة انه بعيد يعني أسوان دي ايه عادل ما تبصش تحت رجليك انت لازم تبص لبعيد ايه بس دي أسوان مش بعيد عادي دي بعيد جداً أمال يعني انت عايز تكسب وانت قاعد كده لازم تتحرك شوية سلام عليكم عليكم السلام وربيتها بركاته والمعلمين وصلهم زي ما فهمتك الزبط اهلا وسهلا تفضل يا معلمي تفضلوا اهلا وسهلا الاريسة ونورتوا وشرفتوا معاكم الاريسة سهامل اسهمي خبيرة في البورصة وصحبة شركات المكاسب السريعة الخيالية الفضيعة في البورصة اهلا وسهلا اسمع لمسمى فعلا خيالي خيالي ما تتخضيش منه يعني هو مندفع كده بس هو اساساً اقرع ونزه يعني واحنا فلوس نجازة معاك همعلم عادل بس بس ايه لا انا كلامي ثقة احنا واسقين فيك طبعا خصوصاً بعد لما كنت في شركة الاتصالات المخفية هي السرية بس المخفية تعدي برضو يعني واحنا هنحط فلوسنا في اسهم انا شركة معاكلم عادل ان شاء الله هتحطوا فلوسكو في اسهم شركة تلجة اسوان تلج وفي اسوان كمان ايوة تلجة في اسوان اتصرف العمولة هتضيع منك اتصرف الحمولة هتضيع منك عملت في مرة اخرى وانا نستثمره في اسهم بتاعت ايه التلج بتاع اسوان ايه 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 انا معاكلم عادل انا عن نفسي هحط كل فلوسي في الاسهم وانا كمان وانا ديني فرصة يومين ثلاثة اذا ربما تبيع مضاحت اللي في البزار وازود بفلوسها سهمي في البورصة ولا غلط؟ لا صح وانت عمرك تقول حاجة غلط خلص يا معالم تيتي يعني كلكم هتاخدوا اسهم ان شاء الله ايه ايه بتاع جن ماشى وراعا عمل بيتخبط فيه ايه ايه قل الي النهاردة ايه ايه النهاردة تاني يوم يبقى الاثنين وبالثالت يوم يبقى الاربع وانا بقول لك على حسب الاسبوع الفراعوني ايه انا عارف النهاردة ايه خلاص خلاص بس المشكلة الغاية دلوقتي سهام الاسهمي ماتتصليتش ولا جدت اه لا صحية دولة فيه سؤال محيارنك ده وانا قولهلك اسأل واخلص يالانسة سهم دي المتجوزة ولا مطلقة هو ده السؤال اللي انت مضطرني انا بقولك انا مش طايق نفسي انا متوتر جدا عشان موضوع البورسة اللي انا في ده ماشا دولا دولا هي البورسة دي المرات البورس يعني؟ انت ده اساسا شبه البورس اللي ديله مقطوعة ابعد عن السعادي ابعد عن السعادي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زكا معلمتي تفضلوا معلمين اتفضلوا اهلا وسهل المنوارين اهلا وسهل اه هو ده بقى معدنا مش هاني بقى كسبنا كام؟ اه اه كسبنا اكيد يعني بس كام لسه هنشوف يعني ان شاء الله بس بورسة معروفة بتكسب يعني قالوا السلام عليكم مين الانسة سام الانسة سام والله العظيم الف مبروك يا الحمد لله رب العالمين مع الف سلامة وش الساعد مع السلامة ده ده اه 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 قالتلك ايه انا لا يا دول انا عايز الحلوة الاول على شو من خبر الحلو ده اخلص قالتلك ايه انا اجيبلك هسيد اربع خمس حلوة اقول قالتلي يا دولا ان ده الجزاح والاسم كلها غزمة ان ده الجزاح اشتركوا في القناة